بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 170 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وتمسك بها أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم ضمن هذه الحلقة عن أحكام المعتدة الحائض والمعتدة الآيسة من الحيض والمعتدة التي ارتفع حيضها والمعتدة المستحاضة فأما المطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل فإنها تعتد بثلاث حيض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن أي والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ثلاثة قرون أي ثلاثة حيض ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ولا بد أن تكون الحيضة كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت في أثنائها فالطلاق في أثناء الحيض يقع مع التحريم لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها بل تستقبل ثلاث حيض كاملة بعدها وإن كانت المطلقة أمة اعتدت بحيضتين لما روي قرؤ الأمة حيضتان ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة لكن لما كان الحيض لا يتبعض صارت حيضتين وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أمة فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين وذلك لأن الأشهر بدل القروب وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف شهر لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر فتكون عدة الأمة الآيسة شهر ونصف شهر وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاع طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان الحالة الأولى أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة أي عدة الآيسة قال الإمام الشافري رحمه الله هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل فإذا مضت تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل علم براءة رحمها منه فتعتد حينئذ عدة الآيسة ثلاثة أشهر فيكون المجموع اثنى عشر شهرا لها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي رفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المانع فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد وأما المستحاضة فلها حالات حالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها فهذه تنتهي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا بعضه عن بعض فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به إن صلح أن يكون حيضا الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها تمييز فهذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم كان يقول أريد أن أتزوجك ونحوه وأما التعريض فإنه يجوز لمفهوم الآية ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها فيجوز له خطبتها في العدة تصريحا وتعريضا أيها الإخوة المستمعون إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وبهذا انتهت هذه الحلقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر